اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادات العلوم الفيزيائية لسنة ثانية باكالوريا علوم جريبية في حسنة اليوم سوف نرى 80 تطبيقي لتنائي القطب RL في 80 هذا سوف نرى بعض الخاصية لقناة في الدرس نرى التطبيق المباشر لها في التبريد السؤال الأول يقول احسب قيمة التوتر بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة ومعاملها للتحريض أليساوي 0.2 هوري في كل من الحالتين التاليتين الحالة ألف إذا كان يمر فيها تيار مستمر شدته E تساوي 1.5 أمبير الحالة باء حينما يمر فيها تيار شدته تتغير خطيا من سفر إلى 70 ميلي أمبير خلال مدة تساوي 10 س إذا أول شيء كنذكركم بتعبير توتر بين مربطي وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها الداخلية R هذا هو تعبير توتر بين مربطي الوشيعة وحسب التمرين فإن R الداخلية مهملة مما يعني أننا قدروا نحيدوا من هنا أتقالية إلا L ما هي إلا L في D على 3 إذن الحالة الأولى عندنا E تيار مستمر شدته 1.5 أمبير يعني أن E صغيرة ستساوي E كبيرة ستساوي 1.5 أمبير إذا 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 قمنا بالشقاق E بدللة الزمن فتعطينا 0 ومنه 0 في L وهو 0 أي أن E يكون منعدم وبالتالي فإن التوتر بين مربطي وشيعة في يمر فيها تيار مستمر فهو منعدم بينما في الحالبة فالتيار شدته تتغير خطيا أي أن E يساوي A في T إذن لنحدد قيمة المعامل A لدينا A يساوي دلتا E على دلتا T لهو معامل الدلاء الخطية ديالنا دلتا E سنأخذ هو التيار بين لحظة T1 و لحظة تسافر على لحظة T1 ناقص لحظة تسافر نحن نختار لحظة T1 هي لحظة 10 ميلي سيكوند بينما نأخذ التسافر هي لحظة 0 إذن في اللحظة 10 ميلي سيكوند تكون قيمة تيار هي 70 ميلي أمبار بينما في اللحظة سافر فإن E لي سافر تساوي سافر إذن تبسيطت العملية سنجد أن A كيساوي 7 ومنه فإن E لي التي كيساوي 7 في التي إذن إذا قمنا بالشقاق E على التي فإنه هو الشقاق ديال 7 التي بالنسبة للزمن لهو 7 إذن تلقمنا هذه العبارة نستنتج أن UL كتساوي لها L اللي هي ساورة فاصلة 2 عري في دي على الدتال اللي هي 7 إذن UL تساوي لنا 1.4 ما ننساش ندر الفولت هذا كيكون جوابت على السؤال الأول السؤال الثاني يقول احسب تابتة الزمن لدارة تتكون من وشعة مقاومتها R تساوي 10 أوم ومعاملها للتحريد L يساوي 9 ميلي هونري مركبة على التوالي مع موصل أومي مقاومته R كبيرة تساوي 90 أوم حسب الدرس فإن طو كتساوي لنا L على R تطال بحيث R تطال ما هي إلا مجموعة مقاومة R كبيرة وR صغيرة اللي كتمتل مقاومة الوشعة إذن يكفينا أني نعود بتطبيق عددي سنجد بأن طو تساوي L اللي هي 9 ميلي هونري على R كبيرة اللي هي 90 أوم زائد R صغيرة اللي هي 10 أوم إذن بتطبيق عددي بسيط سنجد بأن الطو هي 9 في 10 2-5 سوغوند أو لا نقدر نكتبها هي 90 ميكرو سوغوند بينما السؤال الثالث يتكون تنائل قطب R من وشعة مقاومتها R مجهولة ومعامل تحريدها L مجهول المنحنة التالي كما أكتبوا في شكل أمامكم يمثل استجابته لرتبتي توتر صاعدة قيمتها القصوى E تساوي 20 فولت كما تلاحظون هنا في ورقة الوزاق نكتب جميع المقادر الفيزيائية ونكتب القيمة دياله إذا كنت أعرف ما نكتبها ما نعرف ما ندير علامة استفهم بحلوكا ونعرف ما هي المعطيات التي عندي وما هي المعطيات التي أخذني أقلب عليهم هنا في السؤال كتلاحظوا بأن المطلوب هو تحديد R وتحديد L إذا انتلاقا من الشكل الجانب لدينا شدة التيار في النظام الدائم ثم كتلاحظوا هذا بالأسود هو لكيمتها E لت ثم كتلاحظوا بأنه في النظام الدائم فإن E تأول إلى القيمة 2 ومنه فإن E برمانو هو 2 أمبير بينما نقدر نحدد T أيضا T التي هي بالاعتماد على الممس المنحنة عند أصل المعلم فإن تحديد T يتم بعد تحديد نقطة تقاطع الممس مع المستقيم E يساوي E P وقيام بالإسقاط على محور الأفاصيل تلاحظون بأن القاق 7.5 إذن فإن T هي 7.5 إذن تلقى من هذه المعلومتين نقدر نستنتج L و R عدنا معلومة تقول أنه في النظام الدائم فإن الوشعة تتصرف على شكل موصل أومي إذن نقدر ندرق عن قانون أوم ومنه UL Max يساوي R في E Max UL Max ما هي إلا E بينما E Max ما هي إلا E Permanent ومنه نستطيع استنتاج R اللي هي E على E P بتطبيق عددي بسيط نجد أن R تساوي 20 V على E P اللي هو 2 أومبير أي أن R تساوي 10 أوم إذن لتحديد L سنستعمل طو لدينا طو تساوي L على R طال فالحالة مقاومة على الموصل الأومي معدناش تقليها L على R R حسبتها إذن نلقى L ساوي لي هو R صغيرة في طو بتطبيق عددي سنجد أن L تساوي 10 أوميغا في طو طو اللي لقنا سابقا هي 0.5 سنجد إذن فإن L تساوي 5 أوري كنتم أن تكونوا ستفتوا معي في حسنة اليوم على أمان نطلقكم في حسنة أخرى ودرجة جديد لدروس العلوم فيزيائية لسنة الثانية باكالوريا علوم جريبيا